أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين حلقة جديدة من برنامج محور نقاش على قناة قناتكم المفضلة الصحة والجمال النهاردة لذينا في أجواء الاحتفال بـ 30 يونيا وما أدراك ما 30 يونيا ثورة الشعب المصري الحقيقية ثورة التصحيح التي أدرك فيها المصريين أنهم لابد أن يدركوا أنفسهم من خطأ ارتكبوه يعني لم يكنوا مستوعبين نتيجة هذا الاختيار الخاطئ لكنهم أدركوا أنفسهم وهذا هو الشعب المصري الذي يتمتع بالكثير من الإدراك والوعي والثقافة شعب بيفهم شعب عمل الحضارة في العالم مش في مصر بس شعب المصري ده هو الشعب اللي أنتج الحضارة التي يعيش فيها العالم الآن مش من 200 سنة ولا من 300 سنة من 7000 سنة ومن 8000 سنة مصر دي أقدم دولة في العالم يعني مصر كان لها العاصمة الأولى في العالم يعني كان فيه في مصر أول عاصمة في العالم وأول حكومة مركزية في العالم من سنة 3100 قبل الميلاد يعني هنا بنتكلم في حوالي 7000 سنة فالشعب المصري بمنتهى البسالة أدرك أنه لابد أن يعيد تصحيح مصار الثورة المصرية وحدث في 30 يونيو 30 يونيو يعني صححت المصار وعادت مصر إلى الطريق السليم عادت مصر أن تقوم من هذه الكبوة التي مرت بها وأن تنهض من جديد ومنذ 30 يونيو إلى الآن ونحن نشهد مدى التطور والتنمية ومركز مصر العالمي الذي تغير كثيرا بين دول العالم وأصبحت قوة كبرى في الشرق الأوسط وفي العالم وقوة إقليمية يحسب لها ألف حساب فتهنئة للشعب المصري بثورة 30 يونيو نشكر السيد رئيس الجمهورية ونشكر القائد الذي قاد هذه الثورة ومضى مع رغبة الجمهور المصرية يعني كيفما شاء الشعب المصري وحدد هدفه وهو يقود هذه الثورة إلى الآن نحو التقدم نحو التنمية نحو مستقبل مشرق مستقبل تستحق مصر ويستحق الشعب المصري في ذكرى 30 يونيو النهاردة بنتكلم عن التقدم الذي تشهده مصر والنهاردة لما بنقول التقدم مش تقدم بس في البنى التحتية وفي الطرق وفي المشروعات لكن تقدم في الثقافة والعلم أيضا أصبحت ثورة المعلومات في العالم أجمع ثورة حقيقية خلت العالم جعلت أن العالم قرية صغيرة معلومات متاحة على الإنترنت طوال الوقت معلومات متاحة في جميع المجالات حضرتك تفتح الإنترنت هذا العفريت اللي اسمه جوجل تفتح جوجل تبصت تكتب معلومات عن أي شيء يطلع لك كل كم من المعلومات هائل عن أي موضوع عن أي شخص يعني موجود ومتاح على الإنترنت هذه التكنولوجيا التي جعلت من العالم قرية صغيرة يتبعها أيضا كثير من الأعمال غير القانونية كثير من الأعمال التي يقوم فيها المجرمون باستخدام التقنيات الحديثة جدا للوصول إلى أهدافهم وإلى الجرائم يعني تخيل أنك من بلد لبلد تقدر تعمل عمليات غسيل أموال تقدر تقوم بعمليات تهريب تقدر تقوم بعمليات تجارة غير مشروعة من بلد بلد عن طريق الإنترنت كل هذا استدعى وجود نظام عالمي هذا النظام العالمي يقوم بمراقبة هذه المنظومة إحنا النهاردة بنتكلم عن القرصنة المعلوماتية إيه القرصنة المعلوماتية؟ القرصنة المعلوماتية يعني النهاردة قرصنت الإنترنت بمعنى أبسط وأوضح إنه فيه ناس تدخل على الإنترنت تقدر تعمل هاكر على رصيدك في البنك تقدر تحول فلوس مشبوهة من بلد إلى بلد آخر تقدر تهكر أو تقوم بالاستلاء على حسابات أشخاص في دول أخرى كل هذا قرصنة يعني تعمل هاكر على معلوماتك الشخصية على حياتك الشخصية الإيميل بتاعك ممكن يروح معلوء الداتا بتاعتك كلها ممكن تروح وتستغل أسوأ استغلال النهاردة عشان نوضح هذه الرؤية أو نوضح هذا الأمر في برنامجنا محور نقاش إحنا هنتكلم في قرصنة الإنترنت وبيسعدني أن ألتقي اليوم ويكون ضيفي وضيفكم أحد المتخصصين البارزين في هذا المجال سيدة اللواء سمير سعد حضرتك مساعد مدير الإنترنت مدير الإنتر بول الأسبق في القاهرة ومساعد أسبق لمدير أمن القاهرة أهلا وسهلا بيك نورتين ستة لكم النهاردة يعني بقول إيه تخيل إنك في مصر مواطن مصري تخيل إن في جريمة حصلت وصدعينك وهذه الجريمة أنت محتاج حصلت في بلد آخر إن حد من بلد آخر عمل جريمة تخص مواطن مصري فالمواطن مصري ده عايز يبلغ عن الجريمة فبيعمل إيه تخيل إن أنت في هذا الموقف هتعمل إيه هنشرح لسادة المشاهدين الأول لو أن شخصا قام بجريمة وهرب إلى بلد آخر أو إنه في بلد آخر وقام بهذه الجريمة وأدى لإيذاء مواطن موجود في مصر أو في أي بلد آخر ماذا يجب على هذا المواطن أن يفعل يعمل إيه تماما بسم الله الرحمن الرحيم تسمح لي بس قبل ما أتكلم أجاوب على السؤال بتاع حضرتك يعني أنا بشكرك على المقدمة الجميلة اللي كلمت فيها على صورة 30 يونيو ربنا أخلي وتسمح لي برضو أن أنا أهني الشعب المصري بذكرى صورة 30 يونيو وأوجه برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد فتاح السيسي وقوات المسلحة والأجهزة الشرطة اللي كانوا لبوا الندى على طول نداء الشعب المصري ووقفوا في ظهره وحامى مصر من مغبة الله أعلم بيها فهنفضل الجميل جميل سيد الرئيس والقوات المسلحة والشرطة في رائبتنا طول العمر وفي رائبة أولادنا وأحفادنا لأنهم عدلوا المصار زي ما حضرتك تفضلت وقلت وفعلا حطوا مصر في المصاف في الطبيعي بتاعها بل الحمد لله استمرارا للجهود اللي بتبزل حاليا لمحاولة تصحيح المصار محاولة تزويد البنية التحتية مقاومة ومكافحة جرائم الفساد بصفة عامة المتفشية للأسف بس الحمد لله الدولة بدأت بتحط إيديها على منابع الفساد وبتحاول تجففها فكان لازم أن أنا أوجه الشكر والتحايل التقدير كل سنة روحاك طيب طيب تخيل أنك ضحية جريمة من هذا النوع رتجبها شخص فيه بلد آخر أنا هروح فين هبلغ فين هبلغ في الانتربول تماماً احنا هنتكلم طبعاً حضرتك اللي قدمت أنا نائب مدير الانتربول القاهرة الأسبق واستمرت على مدار 16 سنة عمل في الانتربول فالحمد لله الواحد بحر العلم جوه منظمة الانتربول بكل اللي بتعمله في مكافحة جميع عنواع الجرائم والتنصيق بين دول الأعضاء 194 دولة هندي بس نبزة صغيرة أن الانتربول منظمة نعرف المواطن السيد المشاهدين نعرفهم طب في أجالة وهنجع عن موضوعنا نقول ما هو الانتربول تمام هي منظمة دولية فكرة إنشاءها كانت سنة 1914 من خلال اجتماع عدد من الخبراء والمحامين والزباط في سبع دول من ضمنهم مصر اجتمعوا في فيينا وكانوا بيفكروا فكرة وجود آلية أو إنشاء منظمة تتولى التنصيق بين الدول لمكافحة الجريمة بصفة عام في العالم في العالم بعدها أقر سنة 23 قانون الأساسي للمنظمة أقررته منظمة الأمم المتحدة ومن هذا التاريخ اهتمدت قامة منظمة الانتربول وبدأت الفكرة في أن يبقى فيه طرح أضوية زي المنظمة على الدول الأعضاء اللي بترغب وبتتوفر فيهم الشروط لحد ما وصلنا الآن 194 دولة وأصبح المقر مقر المنظمة في مدينة ليون في فرنسا تمام بالإضافة لكده أصبح ليه ليه فيه فروع للمنظمة متفرعة منها في كل دولة من 194 دولة 194 دولة اللي هي مكتب انتربول تمام اللي هو بيتولى التنصيق مع الجهات المحلية داخل دولته والوزارات المعنية ومع المنظمة أو هو الجهة الوصل بين الدول وبعضها أو بين الجهات الدولية الجهات المحلية في كل دولة المكاتب الفرعية دي هي الأعضاء في منظمة الانتربول وصلنا 194 دولة اللي بيمول المنظمة الاشتراكات بتاعت الدول الأعضاء هي اللي بتناول يعني كل دولة بتتفع بتدفع اشتراك سنوي محدد من المنظمة بالاتفاق مع الجماعية العامة اللي بيرقص المنظمة الأمين العام يليه رئيس التنفيذي للمنظمة يليه الجماعية العامة اللي بتعقد سنويا بحضور المندوبين من الدول العضاء الـ 1440 يقروا ما تم إنجازه خلال السنة المشاريع المقترحة للنتائج النجاحات الصغارات كيفية تحسين اسلوب العمل في المنظمة في مجمع أنشئ سنة 2014 دولة صنغفورة تبرعت بهذا المبنى لمنظمة الانتربول وأنشئ في مجمع الانتربول العالمي للإبتكار ده موجود فيه متخصصين وخبراء في كافة أنواع الجرائم ومن ضمنها جريمة القرسنة والجريمة السيبرية وبيشتغل فيه غرفة عمليات على مدار 24 ساعة بالتنصيق مع غرفة العمليات اللي موجودة في اليون وغرفة عمليات موجودة في المكتب الإقليمي للانتربول اللي في بيونس إيرس في الأرجنتين تمام يعني اللي بيدير المكاتب الإقليمية داخل بلد هو مكتب الانتربول اللي بيديره يعني جهاز الشرطة بتاع هذا البلد حسب ما فهمت تمام هو كل دولة فيها مكتب انتربول هزين نوضح يرقصوا ضابط شرطة يعني الانتربول ده أنا بوضح للمشاهد أنا الانتربول ده زباط مصريين هم اللي جوه القاهرة زباط مصريين كل دولة فيها زباط زباط سودانيين اللي في السعودية ويتبع وزارة الدخلية اه وفي بعض دول الانتربول يتبع وزارة العدل تمام لكن العموم يتبع وزارة الدخلية المصرية في زباط في أفراد شرطة في موظفين في مترجمين نعم لأن اللغات الأساسية أربع لغات في المنظمة العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية دفعوا جالة الانتربول الانتربول متخصص في مكافحة عدة أنواع من الجرائم نقدر نجملهم في كام نوع من الجرائم التي يتخصص فيها هو فيه تلات أنواع أساسية اللي هي الجريمة المنظمة الجريمة الإرهابية الجريمة السيبرية الجريمة المنظمة دي بتشمل بتشمل غسل الأنوال وتعريب الأثار وجميع أنواع وإتجار في المخدرات والإتجار في البشر الاجراء غير شرعية هي بحر من الجرائم اللي هي الجريمة المنظمة عموماً أطلق هذا الاسم اللي هي جريمة بترتكب في دولة وتنتقل أثارها لدولة أخرى ممكن بيبقى فيه مجرمين في عدة دول بينسقوا مع بعض الارتكاب جريمة كبرى عشان كده بتسمى جريمة منظمة الجريمة المنظمة بتشمل أنواع عدة أنواع من البرائم الجريمة السيبرية دي انتشرت المؤخراً هذا المصطلح يعني سميناه كثيراً في الفترة الماضية يعني حتى في دول عزمة زي أمريكا وروسيا يعني بتكلموا عن التدخل السيبراني ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وقرصنة المعلومات وتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية واتهامات متبادلة ما بين الجانبين يعني نفي وتأكيد من كل البلدين فاسمعنا مصطلح السيبرانية وهو من المصطلحات يعني اللي المواطن أو المشاهد العادي لم يسمع عنها من قبل فعزين نوضح ما هو معنى السيبرانية أو جريمة السيبرانية السيبر كرايم باختصار أو بأسلوب مبسط للمواطن هو كل جريمة تستخدم فيها شبكة الانترنت ما هي الجرائم اللي بتستخدم فيها شبكة الانترنت دلوقتي حضرتك في مواقع حكومية لكل دولة ليها مواقع حكومية على شبكة الانترنت كل مواطن أصبح له بريد إلكتروني وموقع وفيس وتويتر على شبكة الانترنت فكل من يستغل زكاؤه العلمي يستخدمه بأسلوب إجرامي إنه هو بيبقى عايز وسيلة للتربح فمع انتشار السوشيال ميديا ومع كل واحد دلوقتي معه موبايله وعنده الويب سايت بتاعه وعنده الفيس بتاعه والكلام ده كله فبيبتدي برضو مع التطور دوان المجرم بيطور نفسه فالمجرم ممكن تبقى في دولة معينة وبقت سهل ارتكاب الجريمة السيبرية لإن انت مش زي الجرائم العادية إن انت بتتحرك وبتعمل وبيبقى فيه تحريات وبتقدر تتحدد وفيه رؤية والكلام ده كل إنت بتبقى قدام جهاز الكمبيوتر أو بالموبايل بتاعك وبتستغل الزكائك الإجرامي في إن انت تحاول تختارق بريد إلكتروني بتاع شخص أو بتاع جهة أو منظمة وتنسب لي حاجات معينة هو لم يقم بيها بعد كده بتستغل بطلب فدية بتسحب صوره من على الموبايل بتدخل على موقع جهة حكومية وتقدر تختارق حسابات البنوك تختارق حسابات المواطنين تعمل تحاولات من حساب لحساب دي اللي بيسموها هاكر البنوك أو القرصانة الإلكترونية للبنوك عايزين نوضح يعني كيف يتم اختراق حسابات مؤمنة في بنوك مثلا حكومية أو خاصة طبعا بيبقى عندهم سيستم أو نظام أمني بيبقى معقد جدا ومصروف عليه ملايين الدولارات عشان حماية المعلومات بتاعتهم إزاي يقدر شخص عادي من شخص عادي من بره كده يعني مجرد أنه هو خبير في الإنترنت يقدر يخش يعمل هاكر على بنك ومدى خطورة قرصانة المعلومات البنكية على اقتصاديات الدول طبعا هي هي القصة هو مش شخص عادي وما اعتبرش شخص عادي هو شخص بارع أنا قلت أنه خبير بارع وخبير هو دلوقتي التعاملات في البنوك بين الحسابات ما بتبقاش داخلية فقط داخلية وخارجية تمام فهو بيقدر بذكاء معين أو بأسلوب معين من خلال الدخول على بعض المراسلات اللي هي ما بتبقى ما بين البنوك وبعضها وفروحها في الخارج بيقدر أنه هو يحاول يوصل من خلال الموقع بتاع البنك اللي في الخارج دوا لداتة معينة أو أنه هو بيدلي زي رسالة ممكن تتبعت من من بريد مجهول وممكن تتفتح فبالتالي يبقى خلاص اخترق هذا الحساب هم ليهم ليهم آلية معينة من خلال كلها برضو باستخدام شبكة الانترنت من خلال ايميلات أو بعض الرسائل اللي ممكن بتبقى مبيروسة بتدخل على أحد الأجهزة اللي حاسب الآلي وبالتالي بيقدر يخترق لو اخترق جهاز واحد والجهاز ده بيتعامل من خلال بريد الالكتروني مع جهاز الفرع بتاع البنك في دولة أخرى يبقى هو قدر يدخل على المنظومة بس هي بتبقى صعبة من أصعب الجرائب لكنها موجودة لكنها موجودة وطبعا زي ما حالك قلت بتحصر على صلاحات الدول في حوادث شهيرة منها بس اللي بقى أشهر أو اللي هو اللي أسهل دلوقتي اللي هو اختراق الحسابات أو خاصة بأشخاص أو من خلال إنه هو بيغري الشخص بإنه هو مثلا نكسب مبلغ معين ومطلوب تحويل مبلغ رامزي بالدولار لدولة مثلا زي جنوب أفريقيا وبيجي لك رسائل بكده على الإيميل بتاعك فمجرد ما تفتح طب حول كذا تبتد أنت تحول من حسابك للحساب ده لأنك كسبت مثلا مليون دولار وبيطلب منك مثلا ألفين دولار دي رسوم علشان تقدر تخل جايزتك كده هو اخترق حسابك أو كده انت حولت له المبلغ وبالتالي بتقدر الجهات توصل أو كده لو انت حولت له ووصل خلاص خد المبلغ وانت ما خدتش حاجة واخترق حسابك يقدر يسحل المبلغ هي أسهل بالنسبة للأشخاص منها للبنوك لكن حوادث البنوك أو ترصانة البنوك عن طريق الإنترنت بتؤثر على اقتصاديات دول يعني أنه حتى لو أنه المسألة مش مسألة فلوس يعني أنهم ما خدوش حبة فلوس من البنك وخلاص لكنهم بياخدوا كمية من المعلومات بتبقى كبيرة ممكن تكون متعلقة بمشاريع بصناديق بقرود من بنح بأشياء يعني حاجات تهم أهد حدثتك مثل بسيط وأنا في الانتربول من حوالي أكتر من سبع ثمان سنين كان فيه عضية كبيرة جدا في بنجلاديش أن أحد الأشخاص اخترق الحساب الحكومي لحكومة بنجلاديش أنا معي حد على التليفون من خبرائنا في التخطيط وإدارة المشروعات والدكتور وليد مدبولي وهو هيكلمنا دكتور وليد أهلاً وسائحنا يا فهلاً إزاي حضرتك كل سنة حضرتك طيب هو حضرتك طيب أهلاً وسائحنا بحضرتك وأهلاً بالسادة الحضرتين أهلاً بيك يا دكتور وليد إحنا بنتكلم عن القرصانة الإنترنت والقرصانة البنوك أيها معايا هنا ست اللي هو سمير بيتكلم عن اختراقات استخدام الإنترنت في اختراقات الحسابات البنكية في البنوك وأنا بسأل كيف يتم اختراق هذه الأنظمة شديدة التعقيد في بنوك كبرى في العالم عن طريق الإنترنت طبعاً هو سؤال حضرتك سؤال مميز جداً لأنه نتخيل إنها شديدة للتعقيد نعم إنما الحقيقة دائماً وأبداً كل شخص يقمن نظام معين سواء كان بنكي أو على الوسائل الاجتماعية سوشال ميديا وغيره لابد أن يكون فيها صغيرة مهما كانت صغيرة بل الهكر أو المختارق لعرض الأنظمة بيدور على الثغاراته عشان يقدر أنه يوصل لهدفه مفيش نظام على مستوى الكرة الأرضية مفيش نظام 100% مؤمن إلا نادراً مثلاً على أحسن شخص كبير ممكن يكون بنسبة 1% لا يديد عن ذلك فكل الأنظمة مختارقة أو قابلة للإختراق نعم نحن بك بنعمل بنصعب على المختلف طريقه بنصعب عليه ومنأخره بنحن نعمل أنظمة في أنظمة مليانة تأمينات أنظمة بمثلاً هاردوير أنظمة سوفتورير أنظمة باستخدام التليفون الشخصي للعميل أنظمة باستخدام وسائل أخرى لتصعيف طريق الهكر أنه يوصل للعميل المختار بما هو يحصل منه سواء على معظم سواني يا دكتور وليدي أنت بتقولي أن الأنظمة الموجودة على مستوى العالم يعني كلها غير مؤمنة بنسبة 100%؟ لا أنا قلت مها مؤمنة ولكن لازم يكون فيه صدرات والدليل على ذلك الأمريكا وهي أقوى دولة على مستوى العالم في عملية الأنظمة تم اختراف أكثر من مرة الهيئات الحكومية والكونجرس والأرصد للحسابات الخاصة للرويسا والمساعدين وبعض البنوك وتم فرطة أموال من البنوك الأمريكية وتحويلها الكلام حصلت أمريكا في تاريخ قريب جداً فحب نتكلم على أنه مهما كانت الأنظمة صوية لكن يكون فيها صغرة يدوروا على الصغرة دي وبيستملوها في الدخول لتحقيق أهدافهم لكن الأنظمة فيه أنظمة صوية جداً جداً نعم ولكن هي دائماً وأبداً المسأل بيقول إذا أنت تعرف تعمل كده لحعمله برضو مش مشكلة عند ساعر تعمل نظام أنا عارف أخترقه بس هي بتأخذ طبعاً مش هو واحد بيختارف نظام لازم يكون على درجة عالية جداً من الاحتراف لازم يكون عنده وسائل بخمة جداً من صوفتوير وحردوير إلى آخره وبيحصل على المعلمات بتاعته بصعوبة شوية إلى أن يتم الاختراف ومن أشهر المختارقين أو الهاكرز في العالم الهاكرز الروس من روسيا فيه هاكرز مافيا بخمة جداً وبتختارف كل أو أغلب الأنظمة طبعاً بتاخد وقت طويل عشان تختارفها لكنهما من أمهر المختارقين وأعيد خل السابتك على حاجة أثيرة أنه في الموضوع النقطة ليجي التحديد أنه لو ما كانش بيختراف للأنظمة ما كانش سيتعامل أقسام في البوليس وفي الانتربول الدولي لهذا الموضوع بالتحديد نعم دكتور وليد يعني أنت خوفتنا لا لا بذلك مش موضوع خوفتك يعني طب إحنا نقدر يعني بمجرد أن أنت قلت ما فيش أمان بنسبة 100% طبعاً يعني أي حد يسمح ساتك هيقول إيه طب يعني أنا كده أعمل إيه لا حضرتك ما فيش أمان بمعنى إيه الأجهزة الموجودة سواء كان على مثل المستوى الماليات في البنوك الآخره أجهزة قاورية جداً جداً مش أي حد يطلقه مش أي حد ممكن يخش إلى حساب حضرتك في البنك ويسحب من النصوص لا يمكن إنما أنا بتكلم على بعض الوقائع التي تحصل لا ننكرها هي موجودة وموجودة في بنوك العالم كله مش موجودة مثلاً في بنك في دولة ضعيفة ومش موجودة في بنك دولة أمريكا زي ما قولتها تكتمل خلافة أنا أنا بقول الأنظمة الشابية للتعقيد طب المواطن يعمل إيه يا فندم يعني إحنا عيننا على مستوى مصر طبعاً يعني على مستوى بلدنا يعني بيهمنا إن إحنا نؤمن على قدر المستطاع بالنسبة لأستاذ المشاهدين أو بالنسبة للمصريين اللي همونا يعني يعملوا إيه يا فندم أغلب حالات لو جالوا إيه على الإنترنت ما يعملش إيه وكده يعني فندم يعني نقول لأستاذ المشاهدين من تجربتك من الحوادث الشهيرة اللي أنت متبحها أو من التجرب الأخرى على مستوى العالم كيف يتم الاختراق بالنسبة للحسابات الشخصية أنا بتكلم بالنسبة للحسابات الشخصية والحسابات بتاع الشركات والمؤسسات يعملوا إيه كيف يتم تفادياً هقول لحضرتك على حاجة مهمة أغلب أغلب الإختراقات بتكون نتيجة أفقاء الأفراد نفسهم أو العملاء نفسهم للدنوب أو العميل اللي موجود أو صاحب الحساب اللي موجود سواء على فيسبوك على أي فده خطأ دائماً وقابلاً بيبقى جاي من العميل نفسه يبقى جاي من البنك البنك بيعمل كل ما في وسعه إن يحط أنظمة شديدة للتأمين على حسابات العملاء المشكلة بتبقى من العميل نفسه إيه بقى المشكلة؟ إنه مثلاً يحتفظ بالرقم السري في مكان غير آمن رقم حسابات اللي بيخش فان يرتح الحساب بتاهم على الإنترنت أو حتى يرتح بالإي تي أم كارت بتاهم لازم يحتفظ بالرقم السري في مكان آمن وغلقتنا كلنا نحن بتحطه دائماً في التليفون مركبين كده أي حاجة أو نحط الرقم بتاع الرقم السري فالنصيحة بقول لحضرتك إنه ما حدش أبداً يقالنا على الرقم السري يحطه في مكان غير آمن وبعدين حضرتك لما ديه بيستخدم الأي تي أم بتاعتك تأكد من يوم في المية إنه إنت واحد جوه الأوضة المخصصة للأي تي أم مغلقة عليك محسب شايفة كنت بتاهم الرقم السري وده متوفر جلوس بكل بنوك أعني أغلى بنوك مطل جلوس بجئة غرص مغلقة نعم بتفتح الداخل وتخش وتبتدم الأي تي أم وشتحب السري بتاعتك ومتعل أمان نعم بالإضافة إنهما كل الغرص ديه مزاودة بكاميرات فأهم حاجة كيف تحصلش الرقم السري بتاعك في مكان أو على مثلا برنامج أو على كليفون أو في حساب مثلا في البريد الإلكتروني إلى آخره ده من ثلاث شهولة يحفر الطلاق لي وحساباتك ومش محتاجة يكون محترف كبير أوه عشان يعمل أشكرك دكتور وليد شكرا جزيلا دكتور وليد مدبولي خبير التخطيط وإدارة المشروعات يعني يعني واستكملا برضو بقية اللي قال تكلم فيها دكتور وليد إن هو دايما المواطن نفسه أو صاحب الحساب نفسه هو اللي ممكن يدي ببيانات أحد بيكلمه على إنه هو من البنك أو من رقم وده ما أسهله ديوقتي إنه أنت تستخدم وبيطلب منه داتا أو معلومات إحنا بنحدث بياناتك الموجودة في البنك فنهائيا إحنا بنحذر الناس إنه ما تديش معلومات في التليفون خالص لأن موظف البنك لما يعوز يطلبك هيطلبك على رقمك اللي بتسجل عنده ويطلب منك الحضور لتحديث البيانات ما تحدث بياناتك غير أما تروح تتوجه لمقر البنك اللي في حسابك على التليفون ممنوع على التليفون على التليفون أي شخص حتى لو أكد لك وقال لك هيقول لك اسمك بالكامل وهيقول لك أنت عندك حساب في فرع كذا ممكن تكون جايب المعلومة من أي مكان هتطلب هتدي له استكمال بيانات معينة اللي موجودة على كارت الاتي ام أو عن حسابك كده خلاص يقدر يخش إذا أنت أنت خلاص كده أرجو أن إحنا نكون ناخد بالنا من الرقم السري ما حدش شايفنا يعني ما نديش معلومات عن أرقام الحسابات بتاعتنا لأي شخص عن طريق التليفون وما يتحطش ديانات حسابات على الموبايل على الموبايل إحنا كنا بنتكلم في القرصنة قرصنة الملوك عن طريق الانترنت كنت سيادتك هتحكي لي على في بنجلاديش رضية كبيرة أحد أحد القراصنة قدر يخترق البنك المركزي في بنجلاديش ويحاول جميع الأموال اللي موجودة ده بنك حكومي جميع الأموال اللي موجودة في البنك لعدة دول لحسابات أشخاص تابعوا في عدة دول واخترق الحساب رغم أنه هو حساب البنك المركزي في بنجلاديش وكانت قضية كبرى البنك المركزي البنك المركزي في بنجلاديش نعم وقدروا أن هم الحمد لله يتوصلوا وكانت بقى فيها تنصيق من خلال الانتربول يعني الراجل ده دخل على البنك المركزي حول الحسابات اللي جوها البنك كلها لحسابات أخرى في بنوك أخرى في دول أخرى تمام عدة دول فبالتالي لما اكتشفت الموضوع كان فيه عدة دول داخلها فكان ده كله بالتنصيق بين الدول وبعضها ومع منظمة الانتربول أنه بيحاولوا استرجاع وإثبات أن الفلوس يعني الفلوس تلات خلاص الفلوس تلات الفلوس خرجت وراحت حسابات بنوك أخرى خلاص بنوك أخرى لحسابات أشخاص في جنوب أفريقيا وفي بعض الدول الأوروبية وبس كانت عملية كبيرة واشترك فيها خبرة وفيه جزء كانت حاول أحد فروح البنوك هنا في مصر وبعتوا وكان فيه تنصيق ومع الخارجية وجم زيارة ونزلنا معاهم وفحصنا فعلاً الحساب تحولوا وقدرنا نتحفظ على الأموال اللي وصلت هنا وتم إعادتها تانية والدول الباقية برضو عملت نفس الإجراء فبص حضرتك ماذا خطورة هذه الجريمة نتكلم بكارسة كبيرة بنك مركزي بتاع دولة يعني بس الإجراءات يعني وارد يكون يعني طبعاً النظام اللي مستخدم هناك غير النظام واللي مستخدم برضو احنا بنطمن الناس هنا ان احنا بناخد أعلى تكنولوجيا في التأمين بالنسبة للبنوك بصفة عامة عشان بس احنا ما نقلقش الناس عن حساباتهم هو الناس تقلق بس لأن المعلومة هتخرج منك انت انت اللي هتضر نفسك وممكن تضر غيرك لو خد منك ذاتة معلومات في حتة كمان مهمة جداً دلوقتي حضرتك عملية برضو مش هنقلق ما تشحنش موبايلك في أي مكان قاعد فيه برة لاستخدام شاحن مش بتاعك حضرتك اليو اس بي او السوكت اللي بيخش في الموبايل فيه هنقول شريحة على الدراس الدبوس مجرد ما بيتحط في الموبايل انا هكمل مع ساعدتك هكلم هكمل مع ساعدتك هذا الموضوع بتاع الموبايل وسوكت الموبايل وازاي ممكن ياخدو المعلومات بتاعتك من على الموبايل بتاعك عن طريق الشارجر عن طريق الشاحن هكمل هذا الموضوع المثير ولكن بعد الفاصل اهلاً وسهلاً عزيزي المشاهدين ساعدتك يعني كنا قبل الفاصل بنتكلم بتقول لي حاجة خطيرة جداً حاجة يعني الناس كتير جداً ما بتخدش بالها منها يعني وبيعملوها بمنتهى الأريحية ناس مصنين من نصر ناس اه يعني بيبقى محتاج انه هو يشحن او بتاع فبيطلب شاحن في اي مكانه يكون فيه بتقول لي الموضوع ده خطير جداً وكلنا منتظرين حضرتك تقول لنا كيف يتم سرقة بتعمل كارثة طبعاً سرقة بياناتك ومعلوماتك كلها من على موبالك عن طريق الشحن فضل يا فضل هو حضرتك شريحة الدراسة دبوس بتبقى موجودة في السوكت بتاع الموبايل او في الـ USB اللي بيخش في الكمبيوتر حضرتك مجرد ما السوكت يخش في الموبايل الشريحة دي بتقرأ كل البيانات اللي على الموبايل بقت خلاص موجودة مع موجودة على هذه الشريحة بعد ما حضرتك بتخلص شحنك وبتمشي الشاحن مش بتاعك انت خدت موبايل لك ومشي انت خدت موبايل لك ومشي هو بيستخدمها بيوصلها في جهازه الكمبيوتر تمام بيفك التشفير بتاعها بقى هو معك جوه الموبايل حضرتك اولاً جاي بكل الـ Data اللي موجودة على الموبايل خلاص خد كوبي منها وبقى مخترق لو انت بتخش على الفيس بتاعك من على الموبايل بتخش على بديدك الالكتروني من على الموبايل مثبت البص وبتخطي بتاعة تخش سهلاً وبتسرب فلوش وبتعمل كل حاجة كل حاجة حالك بقى هو معاك على الموبايل طبعاً احنا خلاص انت كده انت كده اتهكرت خلاص حالك بقى بقول لحق هو سيطر على حياتك بقى معاك يقدر يعمل يعني يقدر يعمل تحولات بنكية لو انت بتستخدم كل الداتة اللي موجودة على الموبايل او حسابك موجود رقمه يعمل يعمل يتعامل كأنه هو يتعامل كأنك يعني تلاقي تتفاجئ كده حضرتك ان انت رايح مثلاً البنك تقول انا مثلاً انا عايز اعمل كاشف في حساب في الاتي ام او في البنك نفسه تلاقي مثلاً مسحوب من حسابك مفيش فلوس مفيش فلوس سحبتها في حاجة برضو يعني ممكن هنخرج على موضوع الجانبان السيبرية بناسبة موضوع حسابات البنك طرح ما حضرتك متشوق لها كله كله متشوقين يسمعهم عضية مهمة جداً بس دي اتعاملت برضو من حوالي اكتر من هنقول اتناشر سنة شخص ناصري موظف في البنك الاهلي المنصو في الدائلية اشتغل لمدة سنة في البنك وبعد كده خد اموال حوالي مليون جنيه من البنك بالتحايل من خلال شغله واكتشفت هذه الجانبان وساب البنك وتعاملت قضية ضده وخد حكم تلات سنين حفظ في الجنية ومطلوب اضبطه وهرب بعد فترة بعد فترة حصل الموضوع في احد البنوك في ابو ظبي طلبوا ضبط شخص مصري باسم يعني محسن محمد عبدالتواب انا بدي مسلا مسلا احنا بدي مش اسمه مش اسمه ده على سبيل اي اسم حسين محمد اي حاجة طلبه ضبطه الشخص دون ان هو استولى على بعض الاموال من عملاء في احد البنوك في الامارات نفس الشخص لا شخص اخر مطلوب شخص انا بديك مين مين انا بقولك انا اتجبتلك ليلي موضوع البنك لما بيجلنا امر القبض واحنا في الانتربول من دولة معينة طلب ضبط شخص مصري لانا حدا كنت بردو سألت في الاول يعني نعمل ايه فبننزل بنتحرق بنشوف العنوان بتاع الشخص اللي مطلوب دوان وفي امر قبض جاي وبنستأذن نيابة العامة ونزلنا على عنوان الشخص في منطقة الزتون وخبطنا وفتح وقلنا له فيك انت فلان اه طب بعد اذنك عايينك معنا هو كان مستغرب جدا انه هو مطلوب في قضية برا وهو ما سافرش وعمل جواس سافر لكن ما سافرش برا مصر انهي وانا بتكلم معاه قبل العرض على النيابة انت ببعندك احساس من خلال خبرتك في الشغل ان الشخص ده المظلوم او مش مظلوم او بتحاول في ساعة فالاحساس ده ده وصلني بس للأسف امر قابض وجاي بياناته كاملة وعرض على النيابة خلاص الجواز اه ما فوش تحركات سفر وارد باي اسلوب اما اتعرض على النائب العام اصدر امر بحبسه وطلب الملف ييجي من الامارات عشان بقى يحكم لانه ده مصري هيحكم هنا خلال الفترة دي يعني المدة اللي هو خمستاشر يوم يعني انا كنت بحاول بقدر الامكان اساعده مين اللي ممكن طب ده ما سافرش طب المعلومة مين الاسلوب الاجرامي فالمهم طلبت منهم البنوك هناك كلها فيها كاميرات وقف مصر بول طلبت منهم يجيبوا الكاميرات تفريغي الكاميرات الشخص ده اللي هو مطلوب بيقول ان هو كان شغال في البنك واستولى على فلوس من حسابات العمار كان شغال في العلقات العامة في البنك فلما بعتوا السديب الفلاشة بالصور على الإيميل وبصينا لقينا الشخص اللي مطلوب غير الشخص غير اللي تزبط بس نفس بقينا كان المعلومات ازاي انا هقول لحضرته كوى سريعا عشان بس الشخص الاصلي بقى المتهم الاصلي كان بيزور احد اصدقائه عنده مكتب مكاتب التسفير بتاعة العمالة الزمان مكاتب موجودة ففي فايل في بيانات اشخاص مطلوبين يسافروا فسحب احد الملفات لقى نفس تخصصه بقريوستجارة ونفس الشهبة وراح زور بطاقة بصورته هو بس باسم الشخص ده من خلال التواطئ احد الاشخاص في السجل المدني قبل برضو عملية المنظومة بتبقى محكمة شوية انا بقولها من 12 سنة وطلع بطاقة باسم الشخص ده بس بصورته هو وراح الامارات وطلع جواز وسافر الامارات واشتغل واستولى على الفلوس دي من البنك في الامارات ورجع مصر تمام يعني بمنتهى السهولة ممكن تختارق حساباتك عن طريق معلوماتك من شخص طيب عشان انا يعني وقتي شارف على الانتهاء هو موضوع كبير جدا يعني يعني نقدر نتكلم فيه في سلسلة حلقات لكن طبعا بنحاول نغطي الموضوع في الوقت المتبقي احنا عندنا الانتربول المصري او الانتربول الدولي ليه شروط في التسليم المجرمين ايه هي الشروط دي في دقيقة واحدة فاني تمام هي هي مش شروط تسليمه هي مش الانتربول هي شروط دي بتبقى بين الدول وبعضها ورجع للاتفاقيات الدولية السنائية او الجماعية ان الجريمة لازم تكون زي هي مجرمة عندك مجرمة عندي الشخص ارتكب جريمة في دولة وهي بداولة اخرى فبالتالي انه لازم ملف القضية نفسه ينظر امام الدولة اللي فيها المتهم او الشخص اللي مطلوب لازم تراجع الشروط اللي موجودة في الملف انه هو ارتكب فعلا الجريمة العدلة موجودة سابتت عليه صدر ضده حكم في هذه الدولة بناءا عليه وفي اتفاقية تسليم بيننا وبين الدولة اللي موجود فيها الشخص ولا لأ يصدر قرار من السلطة القضائية اللي تموجود فيها المتهم بتسليم هذا المتهم لدولته ولكن ممكن دول ترفض تسليم بعض الدول اللي هي ما عندهاش اتفاقيات اولا حتى لو ما فيش اتفاقية ممكن الدول لو العلاقة قوية تسلمك بحاجة اسمها المجاملة الدولية او المعاملة بالمثل انه يدهولك مجاملة انه هو عشان علاقاتنا بصفة عامة طيبة مع الدولة اللي فيها المتهم او معاملة بالمثل يعني ما بدأ بتقر وزارة الخارجية والعدل في الدولة ان انا هسلمك هذا الشخص المطلوب ليك بس انا ما يكون ليه عندي حد مطلوب ليه تسلمه بشكل ودي طيب ما هي الصعوبات التي واجهت او تواجه الانتربول في تنفيذ مهامه اللي هي مكافحة الجريمة والجريمة السيبرانية والارهاب احنا طبعا الوقت لم يسعفنا ما تكلمناش على دور الانتربول في الارهاب وان شاء الله نستكمل هذا الموضوع لكن قول لي ما هي الصعوبات التي تواجه الانتربول عن تنفيذ مهامه يعني الانتربول المصري او السوداني او السعودي او الانتربول بشكل عام هو بتبعى بعض الأشياء اللي بيبقى عارفينها محامين أو أشخاص موجودين في الدولة اللي فيها الشخص المطلوب وانه هو مثلا بعد ما بتتم الإجراءات وانه مطلوب زبطه هنفترض شخص مصري موجود في دولة ما ومطلوب زبطه تسليمه وخلاص تعاملت الإجراءات وارسل الملف بالطريق الدبلوماسي وبينظر عشان التسليم فبيطلع أحد الأشخاص بيرفع دعوة على الشخص الموجود في هذه البلد بشيك بانتهامه بالنصب بتبقى دعوة ملفقة أو غير مظبوطة ده بتوقف تسليمه لغاية ما يخلص الإجراءات القانونية يقدر يعمل قضية وكذا من فنكة يعني قربما ييجي هيتحكم فيها يروح يتصالح أو يتنزل بالتالي الدولة مش هتسلمه ده من أحد المعوقات من أحد المعوقات أنه في بعض الدول ما بتقرش عقوبة الأعدام فبالتالي لما بيبقى قانونك في عقوبة الأعدام بيرفض أنه يسلمك ممكن الشخص يكون معاه نفس جنسية الدولة اللي هو فيها فيرفض عشان يتحكم به بلد بس بطول بيرسل المنف ويحكم به بلد أو أنه ما فيش اتفاقية تسليم بينك وما بينك في هذه الحالة أيضا يرفض وده اللي حصل مع أحد الوزراء السابقين المطلوبين كانت زبط في إيطاليا من 2018 بناءنا على طلب مصر وتعمله نشرة حمرة ومطلوب كان في قضايا إرهاب وهانة القضاء وبعض الاتهامات هو كان معاك جنسية الإيطالية وأولا ما فيش اتفاقية تسليم بينك وبين إيطاليا فهو للأسف ما تمش تسليم رغم صدور حكم عليه في مصر هذا الشخص بس طلب ملف وكان وزير سابق وزير سابق أيام الإخوان أيام الإخوان يعني من وزراء الإخوان لكن لم يتم تسليمه عشان بس هو حاليا إذا يعني هنقول محبوس في إيطاليا معاك جنسية إيطالية والملفات الأضايا تروح بالطريق الدبلوماسي وهيحاكم أمان السلطات الإيطالية على حسب معلوماتي المؤخرة لكن بيتم استغلال هذا بشكل ما يعني بيتم استغلال قصة موضوع عملية إنه ما فيش اتفاق تسليم أو لا توجد اتفاقية للتسليم أو إنه يحمل جنسية البلد بيتم استغلال هذا بشكل أبتكر إنه هو غير محقق للعدالة يعني بس أنا هقول لحضرتك حاجة ومضمن الحاجات الجميلة أو القوية جدا النشرة الحمراء اللي بتعملها من نظمة الإنتربول النشرة دي بتتعمل بناء على طلب الدولة وبيعمم عن هذا الشخص على مستوى الـ 194 دولة فحضرتك نفترض أنت في دولة وما فيش شروط مش المتوفرة لو اتحركت وروحت دولة تانية فيها الشروط المتوفرة أنت هتتضبط في المطار وانت دخل وهتتسل النشرة الحمراء والنشرة البرتقالية والنشرة السفراء هذه مواضيع يعني موضوع كبير جدا عايز عديد من المنشرات والألوان هنتحدث فيها على وعد بلقاء آخر إن شاء الله سيدة اللواء سمير سيف أنا سمير سعد مساعد أو نائب مدير الإنتربول المصري السابق ومساعد مدير أمن القاهرة السابق أشكرك شكرا جزيلا من وردنا وإن شاء الله توعدنا بحلقة أخرى إن شاء الله نستكمل فيها دور الإنتربول في مكافحة الجريمة بشكل عام ودور الإنتربول المصري وخبراتك ونتكلم عن أشهر القضايا التي شاهدتها أثناء الخدمة شكرا شكرا جزيلا وكل سنة وحددك طيب هذا كان كل ما لدينا طبعا موضوع شيق جدا وموضوع فيه الكثير الذي ممكن أن نتحدث به يعني لإفادة السادة المشاهدين وتوضيح الرؤية بالنسبة للإنتربول لأن كلنا منسمع الإنتربول طب بيعمل إيه في الإنترنت طب دوروا إيه طب مين الزباط اللي مسكينه كل هذه المواضيع إحنا نستطيع أن نلقي الضوء من خلالها على دور هذا أو هذه المنظمة العالمية لكن طبعا الكلام ده هيتم إن شاء الله ممكن نعمله في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله مرة أخرى بكرر التهنئة للشعب المصري بمناسبة 30 يونيو ويعني على وعد أن احنا نستمر في طريقنا مهما كانت الصعوبات والتحديات المصريين قدها المصريين يقدروا يوصلوا بمصر إلى أنها تكون دولة من الدول العظمة أرق التمانيات والتحيات لكم مني صفة العربي أراكم على خير